موسيقى صباح الخير عليكم مشاهدينا صباح الخير وين ما تكونون صباح جميل لكل الناس اللي مسترخية صباح الخير لكل الناس اللي حابة الحياة تعدها أمل بالقادم من الأيام صباح الخير عليكم جميعا أما الناس المتشنجين شوي خففوا هذا التشنج واسترخوا وخليكم ريلاكس الأيام الجاية ويا أحلى بساط صباحكم مشاهدينا بساط صباحك بلال صباح الخير عليكم وفي العام وأنت بخير برج الأسد يعني رح أبقى أنا أعايدهم بداية شهر الثامن هو قال بداية حلوة وموفقة لأنا عيد ميلاد وكذا قد يتمنى نفس السنة حلوة وأكيد يتمنىها لكل الناس للناس طبعا تحديدا لبدايات ميلادهم بهذا الشهر أيضا أحنا دائما نتمنى بداية موفقة للجميع ببداية كل شهر وببداية كل يوم أيضا صباحكم اليوم بلشوياكم بحلقة جديدة رح أروح إلى آخر وأهم الأخبار ويعدكم خبر البداية من هيئة التقاعد الوطنية اللي أعلنت البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب 2022 وعبر قنوات الصرف الرسمية المصارف وقنوات الدفع الألكتروني وأضافت أنه تم رفع الرواتب بشكل تدريجي نعم هذا أحلى خبر ممكن نبدأ به الصباح لازم عندي شيء متقاعدين لا ما عندي بشكل تدريجي هذه البشارة هم ينتظروها وفي موازرة ذلك أيضا دعت وزارة المالية المتقاعدين المدني والعسكري كافة ممن ستصلهم رسائل نصية إلى مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لتسلم رواتبهم أعلنت محافظة بغداد فتح باب التقديم على تعينات العقود الخاصة بمحافظة بغداد وفق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لحملة شهادات الباكيلوريوس والدبلوم حسب الإختصاصات المعلنة آنفا نعم ودعت المحافظة أيضا الراغبين إلى التقديم عبر رابط ضمن الموقع الرسمي للمحافظة على الأنترنت ومن هذا الخبر أيضا ننتقل إلى وزارة النفط حيث نفت الأنضاء بشأن إخلاء موظفيها وقالت الوزارة إن ما تتناقله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من إخلاء لموظفي الوزارة عارن عن الصحة طبعا دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر وتداول المعلومات وأن تتحمل المسؤولية الأخلاقية والمهنية والوطنية وعدم الإنجرار وراء بث الشائعات المغرضة لأهداف ومصالح ضيقة تضر بالصالح العام وننتقل إلى وزارة الثقافة حيث قربت عن استعادة 125 قطعة أثرية من ألمانيا موجودة في جامعة برلين منذ العام 1990 إذ خرجت من العراق عن طريق الاستعارة الرسمية وهي من ملفات التعاون بين الدول في مجال الآثار إلا أنها بقيت هناك ما رجعوا نياها؟ ما رجعوا هل الجيران مني يطلب سكوليسبوني؟ بس ما يرجع قالت الوزارة أن القطع تم تسليمها مؤخرا إلى السفارة العراقية في ألمانيا وقريبا ستعود إلى العراق لافتة إلى أن آلاف القطع تمت إعادتها بشكل رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وغيرهما من الدول وأضاف العلياوي أيضا أن هناك جهدا مميزا للأجهزة الأمنية في التعاون مع وزارة الثقافة بألقاء القبض وتشكيل المفارز التي تعمل على ملاحقة العصابات والعثور على القطع التي بحوزتهم مؤكدا أن هناك جهدا مركزا لاستعادة القطع الأثرية من الدول كافة بعدما تعرفنا على أهم الأخبار المحلية نتابع حالة تجوى العراقية ودرجات الحرارة في نشرة الطقس اشتركوا في القناة نشرة الطقس تشير إلى ارتفاع بدرجات الحرارة بعموم المحافظات وبهذا نبه الناس دائما بضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس بصراحة الطول فترة ممكنة نعرف أن الناس عندهم أشغال بس أكيد الوقاية موجودة بكثير من الأشياء ومن الحر إلى حركة الشوارع وخلونا نشوف شون هو وضع الشوارع بالعاصمة بغداد موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 بحركة سريعة أبدل السويتش هسا راح ناخذ الجاب والأبركات القلع اللي هو أب وان تري فور شيخ زفير باستمرار تحكم نفسي أب نظري الأعلى ويأمدد البوكس مالتي أساوي السويتش أب وان تو شيخ زفير باستمرار أب أب راح نشغل هسا الرجل ويان أب وان تو كيك للأمام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هسا نرجع هنا من أربع مرات أب ورح ننزل نزلة بسيطة بالرجل أب شيخ زفير راح نستمتع بالتامنين وبنفس الوقت نحرق سعرات أزياد أب أب راح نغير السويتش أب ننزل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بس مجرد تطبق التكنيك كلش كافي مشارطة تكون انتبروفيشنال بي سوي سويتش نختم هاي تمارينيوكم نقدر منها خلال هذا التامرين نبتكار معين بتايمان نخليت تايم يمنه ونعيده باستمرار منذ 30 ثانية او 40 ثانية نختم هاي مفقراتكم اليوم رجعوكم للسوديو طبعا الرياضة صارت مهمة وموجودة صراحة بروتين اغلب الناس بس بلال شكت اخر مرة تمرنت تتمرن استمر ملتزم اذا بلال ملتزم واذا بلال ملتزم فالأمور تمام تكون ويعلق دائما في شكل ايجابي وحلو على الفقر الرياضية شكرا جزيلا كابتن عبدالله شكرا دائما لان انت صراحة يزيد المستوى بالتمارين يعني لتقدمها للناس دائما نشكرك واكيد ننتظر الفقرات القادمة والتمارين القادمة مشاهدين مستمرين وياكم بس رح روح الى فاصل ونرجع لكم من جديد اهلا بكم الاسنان جزء مهم واساس للانسان والاهتمام بي ضروري جدا انه الاسنان تقع في وجه المدفع هي الاساس بالبوابة الرئيسية لكل ما يدخل الى الفم وبالتالي يدخل الى الجسم فلازم نعتني باهم جزء يقف حاجز ما بين الخارج والداخل الى جسم الانسان على الرغم من ان تفريش الاسنان ونظافتها تعلمنا دائما تعلمناها دائما من الطفولة لكن اليوم نشوف اكو توجه من الشباب لاظهار جمالية الاسنان فقط وظهرت اسماء جديدة للابتسامات واشكال للاسنان نستنا وخلتنا ننسى الاهتمام بصحة ونظافة الاسنان اولا قبل ما نفكر ممكن يكون شكل السن او جمالية هذا السن واشتون احنا نحافظ عليها من التسوس والتكسر والعديد من مشاكل الاسنان لا بس اليوم اكو ثقافة اكو ثقافة بس الجمال اخذنا يعني سابقا كان الاسنان مجرد واحد يوجع سنه يروح يشلعه بس السنان صارت تفكر بالجمالية ان احصل على اسنان اضيفة بس ما مقصرين بالتنظيف ما مقصرين بالعكس اكو ثقافة احسن بهواية من قبل احسن اكيد يعني اس الاطفال طب بالاسنان بالعموم تطور ايه يعني هناك الناس تقفت بهواية تفاصيل من بين المشاكل اللي تعاني منها الاسنان هي التكلسات الجيرية اللي انا ما اعرفها صراحة شنو هاي التكلسات وشلون تأثر على صحة الاسنان وشلون ممكن نتخلص منها رح نناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا طبيبة الاسنان دكتورة زينب العبيدي أهلا وسهلا بيت يا سباحت أهلا وسهلا شنو هاي الجيرية التكلسة الجيرية تمام بداية إحنا حتى قبل ما ندخل بالتكلسات والجير بصورة عامة هو شنو أساسي إحنا لما ناكل تمام أكو بقاية أكل تبقى على أسناننا على الأسطح اللي هي إحنا عادة أكلنا يكون بسكر بنشا فهؤلاء المواد تختلط بالبكتيريا اللي موجودة بحلقنا تمام مع اللعب فشي حيصير إحنا إذا ما فرجنا أو ما استعملنا الخيط هاي الطبقات اللزجة حتتجمع طبقة على طبقة حتكوننا الطبقة الثخينة اللي هي تكوني أمها بيضة أو صفرة اللي هي نسميها التكلسات كلها تسميها تكلسات كلها نسميها تكلسات يعني هي فقط ممكن أنه تكون موجودة على الأسنان بس في حال أنه مصر تفريش ومصر استخدام الخيط بالضبط يعني ما ممكن أنه تجي مع العناية لا هي تعتمد على عنايتنا بنظافة الأسنان إحنا مع تنينة هي هاي الطبقات حتتتراكم طبقة على طبقة وتكونينا التكلسات طبعا أكو إكسبشنات أكو استثناءات ممكن أكو أدوية مرة تسببنا جفاف الحلق فبالتالي حتجمع لنا التكلسات أسرع الأشخاص المدخنين الكحول تشتشن عليها سوري ما هذا إذا انت تدخن أو لا بس نفس صورة عامة يعني المدخنين الكحول كلها هذي تجمع لنا التكلسات أسرع من الشخص الهيالثي فتجمعت التكلسات ستبني طبقة عازلة بين اللثة والأسنان فبالتالي ستدمرنا الدنيا وذا دمرتنا الدنيا سيصير التهابات لثة زين هسنا ما وصلنا للجيرية لا وصلنا هاي الطبقة اللزجة جمعت طبقة على طبقة صارت طبقة قوية كلها سموها جيرية احنا اول ما تبدأ الأسنان اذا شايف من النظف مرة تطلعت شون الطبقة الخفيفة بيضة هاي الطبقة اللزجة هاي من تجمع طبقة على طبقة ستكون النائل تكلسات ايه اكو مشكلة يجوز الناس اوكي يفرشون أسنانهم بس عدنا مشكلة بخلف الأسنان عادة هواية من الناس من تفرش نفرش بس من قدام وبسرعة ونريد خلص انه نكمل يومنا طبيعي او ننام احنا لازم ننظف الأسنان من كل الأسطح من قدام من وراء من كلها من فوق كل الجهات لأنه عادة خصوصا الأسنان اللي جواه من جهة الليسان مظلومة محادي نظفها وهي هاي المنطقة الأكثر منطقة تتجمع بها تكلسات لأن قريبة من الغدد اللعابية وطبعا يعني مغطاية باللسان فتتجمع بها تكلسات أكثر من المناطق الثانية بالتالي احنا أيضا مع ثقافة التفريج لصراحة يمكنها صارت موجودة يعني خلص ما أعتقد اليوم احنا شوفي يعني أنا أتفق لكم اثنيناتكم احنا عدنا ثقافة التفريج زادت لأنه الأطباء صاروا يوعون أكثر عن طريق السوشيال ميديا الناس شوية أجوكيتت صارت أكثر تروح يعني كروتين شكاب للأطباء طريقة أكثر نفس الوقت أنه حتى من ننصح مرات المراجع يتعاجز أو أنه يتكاسل خلص خلي أفرج بسرعة حتى أطلع مقابل التفريج أكو أيضا إهمال لإستخدام خيط الأسنان أو خيط تنظيف الأسنان يعني مو كل الناس يمكن هي الهمزاج أنه تستخدمه ويكون إلى وقت يمكن هو يعني ما يأخذ ثواني من وقت الشخص بس مع هذا هو إلى فعالية وإلى فائدة صراحة يمكن تضاهي التفريج صح نحن نفرج بالفرجة بين الأسنان من قدر نوصل لها يعني الفرجة ما توصل لها فإحنا لازم نكملها بخيط الأسنان حتى ننظف بين الأسنان وأسطل يعني بصورة عامة أكو أشخاص تكون أسنانهم كلش متراصة فهي بصعوبة أصلا حتى يعني لو أكو فراغات ممكن تتنظف بالفرجة بس إذا ما أكو فراغات كلش بصعوبة أنه إحنا ننظفها وهذا طبيعي أنه ما أكو فراغات الطبيعي يعني إحنا عدنا عدنا شي بسيط اللي هو أقل من واحد ملي هذا اللي أقدر آني أدخل الخيط وأنظف بي بين الأسنان زين أكفد مسألة إحنا سنرجع بعدين شون خلي نقول الأفضل بالتفريج وهذه السؤال بس أريد أعرف اللي عنده تكلس شون يسوي لازم اللي عنده تكلس أول شي إحنا لازم نروح للطبيب مارتين بي لسنة كل ست شهور نسوي روتين شكا فهتكون متجمعة التكلسات عنده خلال نقول خلص أنه إحنا خلصنا من مرحلة التنظيف والهاي هو أهمل التنظيف فهيسوي للطبيب تنظيف أسنان وتلميع للأسنان وينصحه ويعلمه شون يسوي التفريج بالطريقة الصحيحة وشونه الروتين كتنظيف عند الطبيب يعني يقدر يزيل هو من تجمع التكلسات بعد خلص يعني الشخص ما رح يقدر ينظف بعد أسنانه بالبيت لازم عند الطبيب بأجهزة معينة نشيل طبقة التكلسات ونلمع الأسنان أكو فارق بين طبيب وطبيب؟ صراحة يعني كتنظيف صراحة يعني إحنا قلنا عندنا الجهاز اللي يستعمل ذبذبات معينة ومي حنشيل التكلسات الاستخدام للجهاز الاستخدام طبعا أكيد يعني هو بطرق معينة إحنا ندرسها من أيام الجامعة وبعديا يعني فلازم أنت تكون حذر طريقة تنظيف الأسنان نوضح للناس أنه أنت من تروح للطبيب أنت مو يعني خلص صير مثل التمثال وخلص أن تقعد لا لازم تقول لي خاصة يهتم بالأسنان من الخلف يعني لازم أطباء صراحة شون ما كان من الخلف يعني هيا بعد الطبيب هيا بعد الطبيب هيا بعد لازم هو يثقف المراجع ويشرح لطريقة التنظيف ويقول لي أنا حسوي لك هيا بعد تعتمد يعني على كل طبيب وشان هو طريقة في حال صار التنظيف عند الدكتور أو تنظيف الأسنان ممكن أنه هذا يغني لبعض أو يخلي لبعض يعتقد أنه راح أترك التفريق خلاص ما فرر تفتهمين هذه الأشياء وهذه التفاصيل هذه صراحة اعتقادات عند هواية ناس فهي ممكن تأخذنا أيضا لهذا الشك أو لهذا الاعتقاد هو يعني إحنا دا نكمل تنظيفنا بالبيت عند الطبيب يعني ما كو أنه أنا أسوي تنظيف عند الطبيب وخلاص أنا ما أرجع أعتني بالعكس مفروض أنا من يجيني المراجعاني أثقفه وكو مرة على مرة إحنا يعني ناس نحتاج تثقيف وجدت فترة ناس تقول مثلا تنظيف عند الطبيب يزيل طبقة معينة من الأسنان هاي هواية متعارفة هو فعلا إذا نستعمل إحنا الجهاز بطريقة خطأ أو بطريقة قوية على الأسنان أو نستعمل الرؤوس ما للتنظيف بطريقة يعني همينا للمكان الخطأ أكيد حينقش الطبقة راح نحنشعن لهجهزة الحديثة بالتنظيف بس بعد ما نشوف تقرير ولأنه يكون موضوع كل شي مهم على اعتبار أنه تفريش الأسنان ضروري للحفاظ عليها إحنا أجرينا استطلاع بين الناس وسألناهم عن ما إذا كانوا ملتزمين بتفريش الأسنان أو لا خلنشوف أفرج الصبح من أقعد وقبل لا أنا بس وما أفجأ أفرج ثلاث مرات أو كذا لا بس مرتين باليوم نصحني بهواء الشغلات أنه أفرج وحافظ عليهم الصبح والظهر وبالليل أنه أفرج ثلاث مرات باليوم أنا طالبة طب أسنان مرحلة رابعة راح نجح للخامس يعني لازم تحاولون على أسنانكم وتفرشون دائما تستخدمون إنتردينتال إيتس اللي هي دنتال فلوس اللي هي الخيط الأسنان تستخدمون البراشرز لفرشة الأسنان يعني أقل شيء ثمية مرتين باليوم يعني إذا ثلاث مرات بعد أحسن وتستخدمون الغرغرة أيضاً ولازم يعني كل ثلاثة أشهر تبدلون نفرشة مال الأسنان حتى يعني تحافظون على أسنانكم والله أزور طبيعي كل شهرين شهرين وشوية لأنه بسبب التسويسات تعرفين معظم أكنا غير صحي أو من الحلويات اللي نحبها هواية فأفضل أنا دائماً أزور على مودة حش أسناني ما أقلحن لأن ماك أحسن من الطبيعي ونصحني أنه أفرج ورا كل وجبة أغلب شيء وأول ما قدنا مقابل لنا يعني تقريباً كل ثلاثة شهر مو كل ستة شهر يعني أراجعة وأضافة إلى أنه أبرز التعليمات دائماً هو إنصحنا بيها أنه التفريج مر أقل شيء باليوم أو مرتين أضافة إلى أنه الغرغرة دائماً نأكد عليها من ضمنها الغرغرة يعني إذا ما تتوفر عندك بالبيت المي وملح يعني يقولك أحسن علاج فعال للغرغرة وشد اللثة وهي شيء أمور يعني نعم يعني شفنا الآراء بعض الناس مهتمة وبعض الناس صراحة أيضاً حتى مترددة بآرائها على ذكر التردد وعلى ذكر أيضاً ثقافة تفريش الأسنان هؤلاء ناس يومية تفرش أسنانها صباحاً ومساء أيضاً ماكو اختلاف على هذا الشيء بس هو ما يعرف إذا هو دي يفرش الطريقة الصحيحة أو خاطئ إذا تقدم له فائدة هذا التفريج لون ما دي يقدم له أريد أعرف من حضرتك شنو الطريقة الصحيحة لتفريش الأسنان تمام مثل ما قلت إحنا متفقين على أنه مرتين نفرش باليوم هاي أقل شيء تمام بس إحنا لازم نفرش همينه مرتين باليوم لمدة دقيقتين إحنا هذا الشي نجهل دقيقتين بالضبط أنه إحنا نحسب عادي يعني بالوداية حنحسب دقيقتين يعني استمرار استمرارية التفريج دقيقتين وليس 30 ثاني ل30 ثاني نهائياً ما رحزي لنا هاي الطبقة اللزجة اللي متكونة على الأسنان وأصلاً متكفي حتى أنه أنا أنظف الأسنان من كل الأسطح فإحنا هذا الوقت همينه كلش مهم أنه إحنا نلتزم بي حننظف لمدة دقيقتين الأسنان من كل الجهات مثل ما قلنا شوفي هي حركة الفرشة تختلف من شخص إلى آخر أكوناس مثلاً عندها التهابات لثة ممكن إحنا نعلمها في الطريقة معينة أنه يحرك الفرشة من تحت ليفوق حتى ما يأذي اللثة أو يرجع يخدشها أكوناس عندها مثلاً اللثة زاحفة حعلمهم يحفز اللثة أنه ترجع إلى مستواها الطبيعي أكوناس مثلاً عندها تسوسات أنصحها الطبيعي؟ الطبيعي أنه إحنا بهذه الحركة الدائرية تمام من كل الجهات مثل ما أيضاً أكو حركة أخرى اللي هي تشبه التمشيط تمشيط بالضبط قبل المعجون الفرشة الفرشة عادة دائماً أكو مفهوم خلي أخذ الفرشة الخشنة حتى تنظف أسناني صح كل شخطأ لأن الفرشة الخشنة وخصوصاً إحنا من نفرج بسرعة ونريد أن نخلص سريع دعا ننتقل من أسناني فاصل لأسناني مو بيضة عبالة مني سوي أنه ستنظف الأسنان حنخدش الأسنان حتصير أكو شخوط بالأسنان إحنا من نشوفها هذه حتكثر من تجمع بقايا الأكل وحتى بالتنظيف ممكن ما يروح أو بإهمال تفريج واحد نسينا حتتجمع عندنا التكلسات وتصير تسوّسات أكثر من العادي فإحنا عادة إذا إيدنا خلي نقول مو قوية نستعمل الفرشة الناعمة إذا إيدنا أوكي طبيعياً نستعمل الفرشة الناعمة تمام؟ أكو ميديوم الميديوم قلت لك إذا إيدك مو كلش قوية ممكن نستعمل الوسط بس بسرعة من نستعمل الناعمة ونظف بها الأسنان من كل الجهات أكو البعض بعض الأطباء يقول لا تخلي ميوية المعجون هو إحنا يعني نخسل الفرشة نخسل الفرشة عادي طبيعي ونخلي عليها قطرة من المعجون إحنا ما محتاجين كمية بدون ما خلي مي دائماً بدون ما خلي مي لأننا نستفاد من المعجون من كل فوائد قلوا ناشوف أفضل إيه إنت أي شيء من تخليها مي كأنها مادة نخففها فأنا أريد مادة التأثير مادة على الأسنان هو المادة نفسها ما أريد أفرج عفو ما أريد أتمضمض حتى المعجون يأخذ كل فوائد تأخذه الأسنان نعم اليوم العناية بالأسنان صارت يمكن بشكل أكثر صراحة دقة بسبب وجود بعض الناس عندهم تقوين والبعض الآخر صار عندهم الهضوذ اسمايل والبعض صار عندهم أكو قشور والبعض مغلف والبعض بارد أسنان ونخلي أسنان يعني صراحة تنوعت المشاكل بس مع هذا أريد أعرف الطريقة الصحيحة للعناية مع كل هذه المشاكل لأن اليوم تغير الموقف مو بس أسنان طبيعية صارت موجودة وتم العناية بها شنون نقدر نعتني بالأسنان في حال أن وجدت هذه الحالات تمام هو نحن بسرعة عامة سواء خالينا سمايل أو تقويم أو أنه كل شيء ما خالينا أسناننا الطبيعية مثل ما ذكرنا طريقة التفريج الصحيحة وياها لازم أضيف أنه نستعمل الخيط همينه وياها لازم نستعمل المضمضة الطبية التي نأخذها من الصيدلية كل كم يوم أو كل المضمضة على حسب وصفة الشركة نفسها ممكن مرة ممكن مرتين بس بطريقة يعني طريقة وحدة هي الهن بس نحن سدخلتين بجانب تاني اللي هو الشركات المتعددة والعديدة متنوعة والأشكال والإعلانات وهذه الأمور خلي علميا شلون نعرف أنه هذا يفيدنا سواء كان المعجون معجون الأسنان أو هذه المضمضة صراحة لأنه كل وحدة اللي هي نتيجة هو صحيح أنه إحنا الفردشة والمعجون والمضمضة بوصفة الطبيب ليش؟ لأنه بعد ما هيشيكلي الأسنان هيشوف أني عندي التهاب لثة عندي تسوسات أكثر من غيري عندي مثلا جفاف بالحلق على حسب المشكلة أصلا يقولون مثلا معجون الفحم اللي كلش عليه أقبال صحيح بس طبييا يقولون موزي لا هو أكو شركات استعملتها بطريقة طبية وأكو أشياء استعملتها بطريقة تجارية فإحنا حتى نلغي هذا الغلط أنه إحنا نستشار الطبيب بروتين العناية مالتنا كامل بحث أن المراجع من يجي أساوي لتنظيف أكتب له كامل فردشة معجون مضمضة أسنان حتى فلوسينغ حتى الخيط أكتب له وخلص يأخذه والأفضل أنه إحنا هاي المواد نأخذها من الصيدلية لأن عادةنا الصيدلان يكون جايي الشركة وشارحي لطريقة الاستعمال حتى إذا هو مراحل الطبيب بس الصيدلان يكون عارف يكون يسأل الشخص الصحيح يعني يقول له مثلا أنا عندي التهاب لث وليس أروح أنا أجيب المضمضة الفلانية والله عجبني الطعام مالته أجيب المعجون الفلاني عجبني الطعام مالته يعني ما يصع أو شاف أو غير واحد شاف شفت أنا مثلا حضرتك تستعمل معجون الفلاني بلوغر مثلا تسوي إعلان خلي آخذه فهو هذا مصحح دائما يعني يكون باستشارة الطبيب والمضمضة أنه إحنا نستعملها بعد التفريج تمام تمضمضة العفو نذب المضمضة ما نرجع نتمضمضه بماء حتى تبقى المادة على أسناننا نستفاد من عندها نص ساعة مناكل ولا نشرب ولا ندخن ولا أي شيء هذا الصحيح اللي هوية ناس مراتين تقول لي يتمضمضوا أي عمي يعني العفو يتمضمضون بالمضمضة ويرجعون يتمضمضون نص ساعة يبقون نص ساعة لأنه بفلورايد وبمواد غنيين أنا أريد أن أستفاد من عندها إذا لم نضت كيف سيستفاد من عندها اليوم وجود الطبيب صراحة صار إلى دور جدا واضح عدا أنه دور طبي صراحة ما نقدر نعلق عليه وهو دائما بإمكانان مستمر للأطباء بس اليوم أيضا صار لهم دور ثقافي أيضا عند المريض اليوم المريض لما يجي يكون عنده فضول عنده على هواية أسئلة وعلى هواية تساؤلات أريد أعرف كل هذه الأمور التي ذكرتها اليوم صراحة هي تعتبر جزء من الثقافة الثقافة العناية الشخصية بعد أكو ناس تسأل وبعد أكو ناس تستفسر وبعد أكو أيضا أخطاء ممكن تكون موجودة العناية الشخصية يسألون كل شهوية يعني مثل ما هو إيجابي الموضوع جدا بالضبط أنت تقول أنه شوية إحنا صار عندنا ثقافة التنظيف وكذلك عن طريق السوشيال ميديا الدكاترا قاموا انفتاح هذا الانفتاح الوصول السهل بالضبط كانت قبل هذه ما أكو بس إجقد ما أكو الكفة ما أكو تثقيف أكو هواية ناس تجي تسأل وبالعكس مو غلط أنا أحب الشخص من يدخل وبصراحة أكو لحد الآن هناك بعض المناطق بيهم أطباء أسنان يعتمدون مثلا الطريق القديمة بشلع السن مباشرة اليوم إحنا تطورنا أكو أطباء صاروا يحافظون على السن ومهما كان من وصل للقلع يحاول قدر الإمكان أنه ما يقلعه صارتك ثقافة أهمية السن وهذا الموضوع صراحة يعني صار بيتطور صحيح وهذا مهم صحيح بس ألي دعرف من عندك هسا هذه كلها الأشياء تنطبق على الطفل على الكبير السن على الأعمار حسب العمر لو يعني أكو فرق بسرعة عامة إحنا أول سن يطلع عنا بعمر الست شهور أو شوية أصغر إحنا أول ما يطلع عنا أول سن إحنا المفروض من ذاك الوقت ناخذ الطفل للطبيب همينا نشيك عليه نشيك على لفته ماكو الله هاي أسنان الحليب هتوقع وتطلع أسنان دائمية نزيل نحن لازم نعلم الشخص من هو صغيروني من هو بيبي أنه مراجعة الطبيب هي كل شي ضروري حلو ويعني صحة الأسنان صحة الجسم أنا دعا أحافظ على جسمي حتى يقدرون يأخذهم مو إلا يروحي يعني مو أجبرة مو أجبرة لا لا يأخذوا إياه بس عمدي يشوف المكان هو أول مرة هنحن نشوف بالضبط يعني حيكون يعني تعارف بعدين تقشمار بعدين الأمور راح تاخذ غير مجرد دكتورة زينة بشكرا جزيلا إليتش صراحة احنا دائما نمتن لكم ولي وجودكم بحياتنا اليوم الأطباء واجب علينا أن نثقف الناس ونعالجهم دائما أنتم موجودين شكرا جزيلا إليتش شكرا إذن مشاهدين احنا الآن راح ننتقل إلى مكان آخر لكن نأخذ بريك ونرجع لكم إذن مشاهدين مثل ما قلنا لكم احنا راح ننتقل إلى مجلس النواب ومنطقة الخضراء حيث المعتصمون ونعرف شنو اللي دي يصير حاليا ونقرب الصورة أكثر لأنه مراسلنا هناك موجود طبعا المراسلين طيلة هذه الأيام كانوا موجودين من الصبح لحد آخر الليل يتغاصلون وينطون أهم الأخبار ودائما المستجدات موجودة عد مراسلين ونحن نرفضكم دائما بعبر السوشال ميديا الخاصة بالقناة أو عبر الشاشة بتغطية خاصة للتظاهرات التي تصير حاليا على أمل أنه يعني تعدي هذه الأزمة على خير ونحصد يعني ثمرة النجاح لكل الناس اللي راحت طبعا اللي راح بالتظاهرات هو خومو بطران هو الناس راح من اللي بداخله يريد يغير يريد يحاول أنه يلمس أمل جديد لهذا البلد اللي تعب وعانى ما عانى من هذه السنوات إذن رح إلى مراسلنا نبيل أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك نبيل أهلا وسهلا آية وبلال صباحا خير نبيل أبدو إياك طبعا بما أنه برنامجنا صباحي يختلف عن التغطيات البرامج الأخرى والتغطيات الخاصة أريد أعرف صباحا شنو المتظاهرين شنو الأجواء صباحا شنو الفطور الفعاليات اللي يقومون بيها أنا شفت باللايف اللي ناشري أكو فعاليات معينة اللي يقومون بيها صباحا فأريد تنطينا صورة عن صباح المتظاهرين نعم يعني ساعات الصباح الأولى جئنا هنا للبرلمان بداية كان الشارع يعني أمام البرلمان يعني يوم أمس كان بي مجموعة من المخلفات من القواني المياه الفارغة بعض الكاراتيني الموجودة لكن اليوم الصباح لقين أنه الشارع نظيف يبدو أنه بلدية الفارغ يعني أيضا مجموعة من الفرق التطوعية من المتظاهرين قامت يعني خلال هذه الليلة بتنظيف هذا الشارع طبعا هذه كان أول شي شفنا بلاي دفرنا البرلمان أيضا رصدنا مجموعة من الفرق الطبابة المجانية أيضا شفنا مجموعة من الحلاقين المتطوعين اللي جالسين كانوا بره أي شخص يحب أنه يحلق أو يحدد يحتاج أي شي ممكن يساعدوه مجانا طبعا أيضا الفطور الصباحي المواكب الموجودة داخل البرلمان شفناها توزع يعني شاي حليب ألبان بيض نبيل نبيل أيضا بالمجان هم وكلهم تسمعني نبيل عندي سؤال ريوقك وزيانك وين ريوقي لا أنا تريقت قبل ما أجي للبرلمان وزيانك هذا وين بس خلي نسأل الشباب هنا نشوف ماذا تريق أو شون ما يريد يقول عاي بمجلس النواب مزين نعم نبين مزين هناك بمجلس النواب لأنه جديد زيان دي الله خلينا أخذ بلال خلينا أخذ الموجودين نحن تحياتي لكم فشل من السياسيين مع الأسف بس هو صمام للعراق سيد مقتدى الصدر الحقيقة شفتوا اليوم من طلعوا أربعة يام من طلعوا الجماهير لأنهم يعانون أخي العزيز نحن لدينا مشاكل خاصة أنا من محافظة نينوة سقطت الموصل شو محل حاسبهم هذول الفشل اللي حد لن قاعدين بالقضراء وعدهم حماية سبايكر تشرين أخي تعبنا اتدمرنا فنحن جزيلين خلي أيضا ناخذ يعني أحد ممكن علي أيضا تلين نصور اتبع أربعة جيت هنا للبرلمان طبعا أنا جاي من المحافظة الديوانية صار اليومين أرحب أخي من أهال الموصل جزاء الله خير جزاء المحسنين أصبح سماحة السيد القاد المجاهد مقتدى الصدر أي قون عالمية مضافا إلى أنه رمز وطني تراء السني والكردي والشيعي والأيزيدي والصائبي يتواجد ويخضع إلى أوامر سماحة السيد لأن حسب أن سماحة السيد هو المدافع عن العراق وهو الذي يعبد أنا أريد أسألك جيت من ناكل هنا يعني أكيد هو دوافع وطنية وما حد يزايدكم هذا الشيء لكن أنت كمقعد عربة شنو الأشياء التي تعتقد أنه كان يفترض متوفرة إليك طبعا أنا أريد أن أوصل الرسائل بس سأجاوب على سؤالك ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق أهمال جسيم حتى في قرار 38 الذي قرر مجلس النواب لا يوجد هناك شيء يخدم هذه الشريحة وهي شريحة مهملة لا هناك عناية مثل طبعا لفت انتباع بلال يعني أريد داخل ويا كان أكو مقترح أنه دوي الاحتياجات الخاصة يكون لهم كوتا بالبرلمان العراقي اليوم حسيت نفسك أنت يعني وصلت للكوتا أنا وصل للكوتا مرتين من باب الطريفة للشعب العراقي أنا هسا نائب مرتين نائب 2016 دخلت للبرلمان وشردو ونائب 2022 هسا هم دخلت للبرلمان وشردو رسالتي إلى الأمم المتحدة إلى جينين إبلاس أخر تيونامي أنت تردين على أبناء الشعب العراقي تقولين أن هناك مواد قانونية ومواد دستورية لا يمكن أن يغير الدستور إلا عبر هذه القنوات نعم نحن أبناء الشعب العراقي نريد أن نتعاون مع الأمم المتحدة من خلال لجنة ينتخبها الشعب العراقي من قضاءات من فقهاء للدستور العراقي وخبراء بالدستور العراقي يضعون مع الأمم المتحدة وبإشراف الأمم المتحدة دستور للعراق أنا أسئل تشاجينين هل يمكن كتاب الدستور في ظل دولة محتلة كتب الدستور العراقي تحت ظل الاحتلال الأمريكي مضافا إلى أن هذا الدستور وضعت به البصمات الطائفية والبصمات الفئوية والبصمات الحزبية أي أنهم قسموا العراق إلى مكونات ونحن لا نرضى بهذا نحن الشعب العراقي تحت علم واحد أشكرك أريد أن أخذ رأيه نبيل نعم نعرف الأعداد الموجودة نحن نعرف أنه أكو شفتات بين صباحي ومسائي أيضا فأريد أعرف اليوم قربنا نوصل للظهر أريد أعرف الأعداد من بداية الصباح مرورا إلى الآن تقريبا ساعة 12 الظهر فأريد بس تنقل لنا الأعداد يشوفون المشاهدين الأعداد يعني الصباح اللي قلنا موجودين تقريبا يعني مئات أكثر مئات وصلت الآلاف هذه طبعا الساعات الأولى ساعات حتى المساء يعني تصل يعني مئات الآلاف يعني هذه القاعة هي ما راح تكون كفية ولا الباحة الخارجية ولا حتى الشارع اللي أمام البرلمان لاحظنا اليوم قدوم عدد من القيادات في سرايا السلام اللي جان التنظيمية الموجودة هنا أيضا خلينا نأخذ بعض التمنوع من البصرة جابك من البصرة والله جابتني غيرتني العراقيين صاحبين غيره ونخوه طلبنا سيد مختذى وجينا وتعنينا وجينا احنا ارواحنا كلها في ده سيد مختذى ارواحنا احنا وهنا وعشيرتنا كلها السيد مختذى احنا خلافة بضضي شنو المطالب والله المطالب شنو على البرنامان اشغال ما يعني قالوا تعيينات قالوا اشغال كلها تشذب وتشذب واحد سماعات يقول انه فتشكل للحكومة شنو اللي تريدون طبعا احنا موجودين كل الطيب فقط تياري الصدري احنا مطالبنا توفير العمل وتعيينات وخدمات كهرباء من 2003 يقولون صرفنا 60 مليار 70 مليار زين 70 مليار ورحت العدل مادام صرفتوا على الكرنب الكرنب وينها كلها كذب بكذب يعني انتوا تعتقدون اليوم مطالبكم هي ممكنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا المطالب الجزئية والترقيعية اللي جاي اللي اخوان اعتقد انه يتحدثون بها بصورة عفوية ما يعرفون المطلب الرئيسي والأساسي احنا اللي جاي طالعين علي طبعا احنا مناشد لكل شعب العراقي مناشد لشيوخ القبائل اللي جاي يساندون الثورة اعلاميا فيسبوكيا ما حتى البرلمان بعد ما يكف احنا احنا اخوان الموضوع هو مو موضوع انه انا طالع بالبرلمان قاعد رح اخذ لخمسة ايام والجماعة يردون انه يجبون واحد يصير يأخذ عطوه من السيد القائد وعلق الموضوع موضوع شعبي الموضوع انتفاضة شعبية ثورة حسينية نطلب من الشيوخ عشار تعقد مؤتمر صحفي وتطلب لقاء السيد القائد على موضوع يصير اللقاء مطلب شعبي مو يمسأ مع السيد مقدد الصدر ومشور ما يكون يعني عقد وطني مع اختلفين سياسية لا الطبقة السياسية هي طبقة خارجية طبقة معراقية نبيل اذا تسمعني احنا نريد ناس وطني اريد اعرف منك انت اليوم موجود من الصبح فاردي اعرف التنظيم الكل اليوم اشاد خلال هذه الفترة بالتنظيم الموجود بهذه التظاهرات من الذي ينظم تواجد المتظاهرين سواء كان داخل المجلس النواب خارج المجلس النواب كل هذه التفاصيل نعم العفو بلال انا اسأل انا اسأل على التنظيم اليوم اكو اشادة بالتنظيم الموجود بالمتظاهرين حركتهم اكلهم قاعدتهم كل هذه التفاصيل نعم يعني الاعداد والتنظيمات اللي اذا تجي على شكل اما مواكب وتنصب عدد من الخيم خارج البرلمان هذا من جانب وكل يعني مجموعة تجيبوا اياها الاكل والترتيب لقينا اول ما دخلنا يعني مجموعة من الفرق طبعا على جسر الجمهورية هو مقطوع من ساحة التحرير مجموعة من الشباب تفتش بعديا اما انه اشخاص تدخلون المشي او ممكن السيارات او العجلات التوك توك وغيرها وتوصلهم للبرلمان هنا بعدها يبدي على التفتيش وهذه الاجراءات الحقائب وايضا هي فرقة طوعية تأخذ على عاتفها هذا الموضوع تبيل عزام مراسلنا من مبنى البرلمان شكرا جزيلا لك وشكرا لكل هذه الاخبار ولهذه التغطية واكيد الشكر موصول لكل شبكة مراسل يو تي في على مدار الاربع ايام الماضية والى اليوم مشاهدين هذه كانت تغطية بسيطة ببرنامج صباحكم واكيد التغطية مستمرة ببقية الساعات على يو تي في احنا كاملين وياكم بصباحكم بس رح رح الى فاصل ونرجع لكم اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل التكوينات الفطرية للانسان تبدأ منذ الصغر وترافقه طيلة حياته لذلك نرى الانسان يحمل بعض الصفات لحد الكبر ومهما حاول تغييرها لا يستطيع لانها جاءت بالفطرة وليست مكتسبة الحديث سيكون بالتفصيل عن هذا الموضوع ابقى معنا العقد النفسية ممكن تكون احدى التكوينات اللي ترافق حياة الانسان لذلك دائما ما ينصح أو ينصح أصحاب الاختصاص في علم النفس والاجتماع بمعاملة الأطفال بطريقة تناسب أعمارهم وبضرورة ألا تكون أكو قساوة كبيرة لدرجة أنها تبقى مرافقة طيلة حياتهم هذا الموضوع مهم رح نتحدث به مع ضيفتنا مدربة الحياة والدكتورة بعلم النفس ابتحار فإشكت هذه الأمور اليوم صارت تتأثر وتترك آثار ممكن ترافقه إلى مرحلة الشباب هو أحنا ما نكون من الطفولة وإنما نسميه بألم النفس الطفل الداخلي شنو هو هذا الطفل الداخلي الطفل الداخلي هي الصدمات اللي يتعرض لها الطفل منهم صغير أو منهم جنين ببطن أمه مخزونة مو بس مخزونة وإنما جينات مرات يأخذها فتبدي ويا بالكبر إلى سن البلوغ بعد سن البلوغ أنه هم ممع الجين هاي الأمراض فتشوف أنه تبدي التغيرات عندها خاصة لما نشوف أنه من يوصل مرحلة المراهقة رأسا تبدي تقول لي مثلا هذا عيب غلط لسوي أنت كبار تعوف الطفولة هو ما عايش مثل شنو هذه العقد عقد نفسية مثلا حرمان صدمات مثلا مرات الأم تكون هي أصلا مريضة نفسيا فهو ما أخذ كل عقد يعني مرات يجيني شخص ذاك اليوم هو متهيج ويعيط يعني مدى أقدر حتى لازم موحدة ويا دكتور قال لي على كيف تهرأني هسويات وبعدين أسألة أقول لي أدكم هاي الجينات مثلا أدكم بيبي فشان وراها شان يقول لي إيه إحنا بيبيتنا قدها حالة نفسية مرت وتوفت لأنها قدها كبت مات على الجد وهسا أختي بحث وراها أنا رأسا حولتها على طبيبة نفسية ورأتها الطبيبة نفسية اللي كانت لك أصلا حولنا إلى صدمات كهربائية ليش لأنه أصلا هو ما تعالج منعتها بس هذه حالات متقدمة أعتقد وهو من الطفولة أستاذ بلال بقت بقت عنده يشوفون مثلا هو معزول يشوف نفسه عنده خوف عنده توتر عنده تردد ما يحب أحد يناقش منعزل إحنا عدنا مرات بالتنمية عدنا تمرين اسمه شون مثلا واحد يعاني من الطفولة نقول أخذ لعابة وخليها يمك وحسسها مثلا عني هسا عندي فت موضوع مقذيني من الطفولة مع الجولية فش سوي هاي اللعابة أخلي أحسس أنه هي ابتهار أحكي إياها أقول شون اللي أذاتش الموضوع فلان موضوع أعيش أطلع شون نقول نطلع على سطح الأرض أحكي إيا جد والله وهذا التمرين كل شي مفيد وجاب نتائج قوية لا والله تريد الجربة يعني جد جد يعتبره هو شوان إحنا شوان نقول الصندوق الأسودي بتحقق يعني يعني هكذا يحكي يأنطي هذا التمرين ويحكي يقول أي أنطي هذا التمرين جد هذا التمرين موجود بكل الزين زين هو أكو مستويات طبعا أكو تكون خفيفة أكو تكون بسيطة يعني حسب أكو جدا قوية بس هذه السلوكيات التي نتحدث عنها هي بالعادة تكون غير مكتسبة يعني عفوا تكون مكتسبة بشكل يعني فطري يعني أعذر أن لا تكون مكتسبة بدون ما هو يحس على نفسه يعني إحنا صرنا نشوف اليوم الأطفال بضبط صرنا نشوف الأطفال أنه هم مطبعين بسلوكيات وبأطباع هم يعني ممكن تكون من الأب من الأم من أي أحد يعني تكون موجودة بين أفراد الأسرة إشنون نحن نقدر نتعامل مع العادات المكتسبة بشكل فطري هو هذا هنا المفروض أنت تقاعد هو من يبدي إلى هو واصل حد سن البلوغ إحنا عندنا العاب اللي بينا ماذا يخلون الطفل يعيش حياته أنه كل مرحلة من مراحل الطفل المفروض يعيش المفروض مثلا أول طفل أخلي يلعب أخلي ويا الأطفال أخلي مثلا أشوف مثلا يفرغ الطاقة اللي عنده أكون مرات ترى أطفال يجبونها كل حركين فرض حركة عندهم مطبيئة هي خانكة ما تتخلي أنه يتحرك أحول مثلا أخلي شنو التنمية شنو الهوايات المات أخلي يعيش مثلا صار عندها دور كبار أكثر حتى خاصة مرات لبنية لا من يعاملوها عيب عيب أنه لازم نفرغ الكبت الداخلي اللي عندها من شنو ليش يسرأتها خوف ليش يسرأتها توتر أنا أحس أنه مواني والناس كلها تقول البنية كل مظلومة بالمجتمع العراقي نعم مجتمع الشرقي بحيث من هي طفلة مجرد ما تدخل المدرسة تبدي عليها الممنوعات تزيد والعيب يصير هواية ويحرضون الولد حتى لو أصغر منها يراقبها ويحكمها أصلا فهنا شون نقدر نتعامل يعني شون نقول العوائل لازم شون يتعامل منها بناتهم نحن دائما نرجع الأم والأب هم الأساس أنت أخوها أوكي من تشوف غلط أحشو إياها بحب أو تيجي تقول لأمك وأبوك ماما أنا يوم شفت غلط على أختي هي تعرف شون تحشو إياها ومن يحدد الغلط يعني هو من يقول هذا الشافة غلط هو مو غلط بس وإنما هو تفكيره دائما هي مشكلة هي مشكلة يعني هو طفل هو خاصة يعني مثلا عندك ابنية أنت وعندك ولد يشوف الولد أول ما يبدأ يكبر بالمراحقة غير شكل مثلا تقول أنت دير بالك على أختك هو يفكر ها لا أحد باوع لها تصرفك لبسك رأسا هاي تتولد عند أفكار أنه هي عيب كبرت بعد ومال هاي الشغلات أنه لازم أعاقبها لازم أحاسبها أو مرات يحاسبها بدون علم الأم والأب أو يخوفها إذا سويت فلان شاء الله مثلا ماما تعرف هذا شيء أنت قبل علي راح تقديش راح تحرمش ودائما نشوف دائما نحرمهم من كل شيء والبنية أنا هاي أشوف عوائل كبرت مثلا عشر سنين تشوف تبدي تجسم الهرمونات تتغير شكلها أو لابسها تشيحلو تشوف الأب والكائد الأم يخزرون إذا أحد فات خزرت شكو شايفتها قندار أقول لماذا تخزروها هي طفلة خلي تعيش هذه نحن عقد عيب حرية البنية والله كانت وستسما عيب أحس الأب صار أحس نهائيا شون أقول يعني وإذا نطلع وإذا نشوف اللبس شي مطبيعي بس مو كل الناس مو كل الناس بس يعني أكو ديق بنات المظلومات مظلومين لا وأكو ديق يعني ما شايفة ممكن آية أنت مجروضة أكثر الدافع المواني لا هو مو فكرة دفاع بس بالتالي إحنا عدنا طبقات منوعة اليوم المجتمع العراقي صار نحن نحك على الأغلب الأغلب بالبيت لأي هواي أكو بنادة تقلم ليش لأنهم حرمت لأنهم حرمت طبعا وإنهم عاشوا بسنين يعني إحنا إذا نتحدث عن الأطفال اللي بدأوا بهذه السنوات الأخيرة بتطور التكنولوجيا هؤلاء أكيد ما عنهم أحس بس إذا نتحدث عن الناس اللي ما عاصرت هذه السنوات الأخيرة وهس هما صار ووجودين بها أكيد رح يكون صعب التعامل وياهم أو هما ممكن حياتهم أيضا تكون صعبة بالاختلاط بالمجتمع بشكل عام لكن إحنا اليوم مو هذه مشكلتنا بقدم إحنا مشكلتنا بالآثار الجسيمة والنفسية اللي تنترك وتترسب بنفوس الأطفال بشكل عام إذا كانوا بنات أو أولاد وبالنهاية إحنا أساسا موعدنا ثقافة اللجوء إلى المستشار النفسي أو الطبيب النفسي وهذه مشكلة والمشكلة الأكبر إنه المشكلة اللي نشوفها موجودة على الطفل ما نعتبرها أساسا مشكلة هذه كارثة صراحة إنه إذا أكو اضطراب صار موجود على الشخص الفلاني ما نعتبرها مشكلة يدلل يقولون بضبط نشكد هذه الأشياء ممكن تودين إلى نتائج نتائج سلبية بشكل مطبيعي يكون متعرض إلى علاقة سامة متعرض إلى تحرش ويظل ساكت يظل كبت لأنه لم يفرق لا يوجد أم وأب يقعد وهي ابنة أو بنتها وتخليها تكون صديقة إليها بصراحة أشوف أنه الولد أهون بهواية من البنية يعني البنية جوز مجرد ما يكبر ويأصدقائي 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 ليس مثل البنية أنا أحكي بشكل عام وبشكل الأغلبية إحنا لنشوف أكو عوائل بحيث البنية بس تريد تزوج أي زواج في سبيل تطلع من هذا السجن هذا الموضوع كل إيجا تتعاني من عنده كل إيجا تجينا تقول أرد تزوج أو لش تريد تزوجين تقول أرد تخلص من خانقة أهلي أهلي خانقيني أنا داخلهم على السوشال ميديا شفت طفلة ممكن ما أعرف ابتداء يوم خلصة هي تشي يستود داخل المتوسطة ما أعرف يعني عمرها بس طفلة تتحكي بهذا الموضوع السوشال ميديا تقول أنا أرد تزوج حتى أخلص من ضغوطات الأهل جيد لماذا يقول لك دائما الأم تكون صديقة بنتها وماذا إحنا نقالي بالنسبة اللي يتعود أمي الله يرحمك تحدث عن الأم والأب من شكل عام العكس أيضا بالتالي يعني إحنا ما نتحدث فقط اليوم عن الجانب السلبي أيضا إحنا نشوف عوائل جدا محترمة أولادها وأكو تعاون وأكو صداقة بين الأسرة أكو اجتماع على طاولة الطعام بأوقات اليوم فبس مع هذا إحنا نتمنى بالتالي إحنا أكو أشياء صراحة الأهل ما يقدرون يجردون نفسهم من عندها هما مرتبطين بعادات تقاليب بعادات هي موجودة ويعتقدون أنه هي الصحيحة إحنا اليوم عندنا مشكلة أنه ماكو استيعاب أنه الوقت تغير بالتالي التربية أيضا تغيرت إشقد هذه النقطة اليوم مهمة بالتربية الحديثة أكيد تتفقين اليوم التربية تغيرت اليوم التربية تغيرت مية بالمية مو واحد بالمية ولا عشرة بالمية قبل غير شكرا أنت هسا قلتك كلمة حلوة أنه قبل إحنا دائما قدنا عادات وتقاليد لكن أنا أرى بغداد ما كانت إيج ما ترى بغداد القديمة كانت مفتاحة أكثر كانت العوائل العراقية مفتاحة أكثر عادات تختلف كل شيء أكون المرأة لها حرية لبنية حرية الطالبات الجامعة شكلهم يختلف وضعهم لبسهم والصور موجودة فعلا أنا أرى بالعكس نحن نريع بالعكس لأنه قبل العوائل كانت جدا مثقفة كانت جدا مثقفة العوائل يعني من تقول أنت قبل أني أبويا موظف هاي شكبر قبل كانت موظف موظف بالدولة أو عسكري أو أي شيء أو حتى موظف لأنه ما كانت هذه العقد حتى وإذا كانت أكو مخاوف فهي قليلة زين مو هاي المخاوف كانت أكو شون هنقول أكو أمن أكو سلام أكو حرية أكو شون أكو علاقات اجتماعية حلوة يعني مثلا شون هنالت أكو علاقات اجتماعية بين الأهالي والجوارين الولد جيراني خاف على بين الجيراني وإيضا ماكو خوف من الآخر لأن بالعادة الناس أكيد سامعين أهالينا يقولون أنه ناس علنياتها سابقة لذلك صير هذا الهدوء والاستقرار والراحة بممارسة كل الحريات اليوم إحنا أساسا حتى عندنا خوف من ممارسة الحريات هذه الأشياء صراحة كلها أيضا الطفل هو يشوفها المراهقة يشوفها بالتالي راح تودينا إلى صراحة سلوكيات إحنا ما نعرف شنو ممكن هو راح يسوي من يكبر أو من يصر إذن هي ليش تتصارت لماكو مراقبة ماكو مراقبة على الطفل هالسه بهالفترة ماكو إذن أوكي أنت من طلعت أنت وطفل تريدين تنسي تغيري لجوا بمول أوف ونشوفها هواية ليش بس كمّل الأكل رأسا نطيتي اللابتوب وروح أقود على صبح حسنا أنت راقبته وإذا يتفرد شنو أنت تطين النقاط المهمة اللازم يعتمدوها العائلة أول شيء الأم أو الأب يكونون أصدقاء لأولادهم هاي أهم نقطة إنهم تجي أو تغلط يعلمها حتى وإنها غلطت هي تجي تحتي ماكو خوف ماكو قلق بالعكس كلتنا نغلط وكلتنا نفشل وكلتنا نتعلم من تشوف الأمان ينطيها الأمان وينطيها الحرية إنه هو ويا أكو مجال هي رأسا ستبدأ تحتي بدون خوف ثانيا أي مشكلة تواجهها شون نحن نقول نطوفها على السطح نحتي بيها ونتناقش بيها وننطيها آراء أنا تنمي الرغبات اللي أدها أكو ناس كل شيء يأجبوني يخصصون وقت الأولاد وفي الأسبوع إنه هذا اجتماع اجتماع الأولاد إحنا نتناقش أنت شنو عندك مشكلة أنا كل شيء صراحة كل شيء نشكر موضوع مهم صراحة ونتمنع لكل التوفيق شكرا جزيلا مبروك الدكتورة شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا إذن طبعا عودناكم في برنامج صباحكم دائما نطرح موضوعات تهم الناس ونسلط الضوء على مواهب شابة وقبل من نروح للمواهب الشابة نحن نسلط الضوء على هذه المواضيع المهمة ونروح دائما على المناطق الخلل أكو جانب إيجابي كبير بمجتمعنا لكن نريد أن نعالج الجانب السلبي فنطرح القضايا السلبية الموجودة بهذا المجتمع ونناقشها مع المختص حتى نوصل على الأقل جزء من التوصيات لعوائن العراقية بصباحكم أكون مواهب وأكون سلطة ضوء عليها وأكون مواهب شابة ومن هذه المواهب دانيا وسامة طالبة إعدادية بالفرع الأحيائي بدأ حبها للرسم من المرحلة الابتدائية خلينا نشوف قصة دانيا بتقرير حورة موسيقى 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 أنا دانيا وسامة عمري 16 سنة طالبة خامس علمي وأرسمني الابتدائية بس ركزت على الرسم وأنصف سادس الابتدائي تأثرت أنه من أشوف الروايات والقصص أو من أقراها دائما أتخيل التصميم أو من هما يوصفوه فأتخيله ويكون يعني يعجبني أرسمه فبدأت أشياء بسيطة وبالكارتون هماتين كانوا يطلعون رسمات وهاي فأبدي أقلد هتشنت إلى أن بعدين دخلت دورة وطورت من هذا فتش يعني طورت من الرسم وطورت من التصميم ماتين أتقل رسم الأنمي وأحيانا أرسم أحيانا أرسم مناظر طبيعية بس أحب أرسم الأنمي أكثر لأنه اهتمامي كان بي من أنا وصغيرة أحب الكارتون والأنمي ورسم هذا خاصة أنه مثلا للشخصيات أنا أدها مكان عندي مثلا أنه هي تكون شخصية غامضة أو مثلا تكون شخصيتها حماسية أو حيوية فهذه تطيطابع يعني بالرسم أحب المداليات فأدخل إن شاء الله هندسة معماري أنا من زمان مهتمة بتصاميم زوهر حديد وهي زوهر حديد نفسه فمهتمة بهذا المجال وإن شاء الله أحقق اللي يعني عريدة يعني أوجه من بركم هذا أنه الأولياء الأمور من طلبة أنه ينتبهون على أولادهم شنو اهتماماتهم شنو مبدعين ويحاولون أن يساعدوهم ويطوروهم راح يكون عنصر مفيد بالمجتمع في كافة الاختصاصات يعني لا يتقيدون في اختصاص واحد أو يحاولون أن يغيرون اهتمام الطفل لأنه راح يكون مبدع باهتمام الأول هذه فكرتي شكرا جزيلا حوراء شكرا لهذا التقريب لصراحة صار مليئ بالفن والألوان وليس ببعيد عن الفن وواحاته الجميلة أيضا عدنا ضيفة بفقرة فنون جميلة تميزت بنوع آخر من الفنون وهو المكياج السينمائي والمكياج السينمائي يحتاج الكثير من الوقت والاهتمام والدقة بالعمل مع هذا هي أيضا طبيبة كل هذه التفاصيل أكيد نحن سؤال دائما أنت حرمت حركتي الموضوع لا ما حرقت دائما أقول يجوز يختلفوا بس أنا أقول الدراسات العلمية بها جانب فني كبير الدراسات العلمية دائما يطلعون عندهم مزايا فنية وعندهم مواهب فنية حقيقية ما أعرف لأن ما أريد أقول الآن الحاسب العلمي لأنني علمي يعني العلمي دراستهم حقيقية مو دراسة تعبوية بس مجرد درخ يعني دراسة بها يعني تفاصيل يعني الأدب ما عندهم هكي مواهب لا حفظ على العموم ضيفتنا اليوم طبيبة لكن عندها موهبة باللي هي الميكوب السينمائي رح نتعرف وياها على هذا الفن وشوكت بلشت بي وشلون التعامل وياه أصلا أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا لأي إحنا اليوم اثنين آية صاروا عدنا آية أنت طبيبة أي طبيبة ايجابك على الميكوب السينمائي الميكوب السينمائي وعندك مجال أنت أصلا هو صراحة ما عندي مجال حتى حاليا أعمالي بعدها قليلة لأنه الفترة لدى أحصلها لوقت الفراغ كل شيء قليل بس أنا أصلا أحب الرسم الميكوب السينمائي صار صدفة فهذا مرة سواء وحدث أنه نذهب للمركز الأورام نرسم على وجوه الأطفال كانت هذه أول مرة أروح كرسام رحيت عن مدأة أجرب أنا لم أجرب فجربت من أول تجربة شفت كانت نتيجة حلوة فحسنت أنني عدي في الإمكانية بهذا الفن أقدر أخلق شيء جديد يختلف تماما عن وجهي أكوف أدوم لكل شيء أهبة عن المكياج السينمائي أنه تقدر تنطع حياة لا موجودة حاليا أعمادي الصراحة المكياج السينمائي اليوم صار وجودة مرتبط جدا بكثير من حاجاتنا تحديدا الفنية اليوم لا يوجد عمل كلفزيوني أو سينمائي أو شيء يطلع بالتلفزيون أو للناس إذا ما يحتاجون به شخص مختص بإنكياج السينمائي ما أعرف إذا صارت لك تجارب مع هذا النوع التجارب حاليا ما صارت لي بس أنا أعرض علي أن أشارك بأعمال سينمائية أنا مدعين خاصة من شرط المسويت روحي شبيرة بالعمر وقال لون استفاد من عدها وجاني أكثر من عمل بس أنا ما مركز دائما تجربين بس على وجهك أو على نفسك أي حاليا بس وجه دائما موجودة دائما مجرد أنه هواية يعني لأنه ممكن رسل يطول دقة العمل إذا على نفسك أو على شخص آخر لا ما تختلف يعني مجربة راسما على أصحل ممكن على غيري بها بينما أنت تحمل هذه الألوان أغلبها يعني تروح بالماء يعني ممكن هذا شخص يريد يتحرك يشرب يعرك راح يروح اللون بينما أنت لا زين هسا أنت تشتغلين بزاوية جديدة أو زاوية مختلفة أنه تغيرين شكل وتلطين شكل آخر هسا أكو بعض البنات يشتغلون هيكي بس أنا يعجبني فيروز آخر عمل سويت تغيير كل الشبير شكل شخص آخر عن طريق الميكب أول شي يعني ملامح آني أدرس ملامح فيروز كل شي تختلف عن ي أولا وجهها رفيع حاولت بل كونتور أنه يعني أحول لحواجب طبعا نحن نستخدم معين أنه نخفي هالحواجب وبعدها نرسم وتخلقين حواجب موديل عين يختلف حتى عن موديل عين هذه ما شاء الله هذه أنت هاي آني هاي هاي آني والله آني بس يعني شغل حلو ايه اختلاف يعني هاذا يعني شنو دراسة لو أكوفد شون تقدرين لو هي مجرد رؤية فنية هو أكيد يعني رؤية فنية أنه أنت عزك شون راح تطلع وشون راح تقترب يعني ترسم على أوتك يعني بس أحتاج طبعا مواد وشغلات أقدر أسوها شغلات يعني أنت تحب أنصر يعني هاي شعاني وجه يطلع من عنده هاي يطلع كل شي يطلع لأنه احنا يعني جيت عن جرح وهذا اللي أنا أريد أسمع بس أنا أريد أعرف اليوم يعني أنت تقدرين تجربين كل الشخصيات أو كل الوجوه يعني لو أكو وجوه ممكن ما تتحمل يعني أنه تكون أكو وجوه تكون صعبة ملامحها مميزة مثلا يعني أكو بينما ملامح لا مميزة هسا ببال يعني أنا مستقبلا هاي شغلات وأردوص يعني شو ببالت بعض الشخصيات اللي راح تطبقيها على نفسك كوجه يعني جاك سبارو كرويلا ننير الشخصيات ممكن أجيبها تختارين الملامح الصعبة أنت بالعادل وممكن يعني حاليا أنا عمالي تكتلش ممكن لشو هوايا بس دائما كل عمل دا أسوي تحدي جديد نفسي كم عمل فشل وتركتي ورحتي غسلتي وجهتي ورجعتي عمل واحد تقريبا أو ثنيا مو هوايا ما عشرت أصلا أكيد مين وشان شيء يشبه باربي أه يشبه باربي نحن نحن على الألوان والأدوات مالتك شنو من نجي بيها شلون صعوب سهل أكو صفحات ميكوب ببيعون بس مو ذيكي كواليتي طبعا فأنا أطلب من الأمازون أحصل كواليتي زينة مكلف مكلف يعني ذيكي مرة وسط طلب بي بربعمائة دولار تقريبا هل تكفي الألوان تكفيني لكن ليس ألوان كل فتشي ستحتاج باروكة ستحتاج سوار شغلات هواية الشخصية الواحدة تأخذ ماذا تتبوقين وقتك أنت بالطب دادام طوارئ ورد دادام حلو أثنان طوارئ ودد سور لا زينة شلون الوقت صراحة يعني جدا كل شيء قليل وقتكم أنتم بالعادة مرات يمكن أيضا إذا طوارئ فيمكن أكيد أكوشفتين وأكوه أشياء هو هذا الذي خلاني أرجع أمارس الفن أن هذا الروتين القاتل يعني ما بين الدوام والبيت لازم الواحد يعني يتونس بي أفضل شراخت إن شاء الله نستطبت مرة ثانية شنو جيبين فنانين منه بريد أجيكم بشكل ثاني ها تقدروني إن شاء الله إن شاء الله كل التوفيق تسلم مستقبل إن شاء الله أكيد شكرا جزيلا آية نحن نسمنا لك التوفيق بالطب أولا مرة ثانية ترسمين آية تغيرين نياحة إن شاء الله نوالي زغو يسوي شكرا جزيلا آية شكرا لوجوده شكرا جزيلا مشاهدينا الختام كان بعالم الفن حلقة صباحكم اليوم كانت منوعة بالعديد من المواضيع اللي تهم الأسرة وأخذناكم أيضا بتخطية للأحداث اللي موجودة بمبنى البرنامان مع شبكة مراسلين باقين ومكملين وياكم أكيد ببقية البرامج والتخطيات الأخرى على اليو تي في إذن مشاهدينا نحن نقولكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر